طلاب الصف السادس الابتدائي السلام عليكم و أهلا بكم و أهلا بكل مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقتنا النهاردة هنشوف فيها مع بعض حل أسئلة التقييم الأسبوعي الخامس في مادة العلوم لطلاب سنة ستة ابتدائي وعايزين قبل ما نبدأ بذكركم بالتفاعل على الفيديو من خلال أن نحن نوقف سوانة بسيطة وندغط على رمز عجباني علشان الفيديو يوصل لكل زملائنا كلهم يستفيدوا كمان الحلقة القادمة هتكون حلقة مميزة لأن احنا هنحل فيها مع بعض أسئلة التدريب الشهر في مادة العلوم واللي هيكون منها أسئلة اختبار أكتوبر في الأسبوع القادم في مادة العلوم تعالي دلوقتي نبدأ مع النموذج الأول ونحل الأسئلة بالتفصيل وأول سؤال فيه بيقول لي أكمل تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق نقاط الهرمونات اللي موجودة في جسم الإنسان بتنتقل لكل أجزاء الجسم عن طريق الدم السؤال الثاني بيقول لي حدد ما تدل عليه العبارة العضو الأساسي في الجهاز التنفسي طبعا الجهاز التنفسي زي أي جهاز الجسم بتكون من مدموعة من الأعضاء واحد منهم بيعتبر أهم عضو في الجهاز التنفسي هنقول له هو الرئتين السؤال الثالث بيقول لي أكتب وظيفة جهاز الغدد الصماء وظيفة جهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان هنقول له أنه مسؤول عن ضبط درجة حارة الجسم وكمان مسؤول عن ضبط درجة ضغط الدم والتحكم في الاستجابة للخطر يبقى الإجابة هنساقها ونقولها مرة تانية مع بعض إن جهاز الغدد الصماء ده مسؤول عن ضبط درجة حارة الجسم وضغط الدم والتحكم في الاستجابة للخطر السؤال الرابع عندنا في النموذج الأول بيقول صحيح العبارات الآتية أول عبارة عندي بيقول تقل ضربات القلب عند التعرض للخطر أو التوتر الإنسان لما بيواجه خطر أو بيكون متوتر ضربات القلب بتكون في حالة مرتفعة يعني بالزيد يبقى الخطأ عندي موجود في كلمة تقل هنصوبها ونكتب كلمة تزيد العبارة الثانية عند ثاني الزراع لما بنتني الزراع بتنبسط العضل الأمامية وتنقبض العضل الخلفية العبارة دي هنقول لما بيحصل ثاني للزراع بتنقبض العضل الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية يبقى الخطأ كان موجود في العبارة في كلمة تنبسط وتنقبض هنبدلهم وبداية للتنبسط هنكتب تنقبض وبداية للتنقبض العضل الخلفية هنقول تنبسط العضلة الخلفية السؤال الخامس بعد كده بيقول للاحظ الشكل الذي أمامك ثم أجب عبارة عن عضلة إنسان وموجود عليها رقمين رقم واحد واثنين العضلة رقم نقط عضلة في حالة الانبساط أي واحدة من الاثنين في حالة الانبساط هنقول العضلة رقم واحد العضلة رقم اثنين هي في حالة انقبض ده النموذج الأول تعالي نروح للنموذج لاختبار الثاني للأسبوع الخامس في مادة العلوم لطلاب سنة ستة ابتدائي وأول سؤال عندنا بيقول لأكمل أثناء الشهيق نقط عضلة الحجاب الحاجز الإنسان علشان يعمل عملية التنفس بيقوم بالشهيق والزفير إيه اللي بيحصل لعضلة الحجاب الحاجز أثناء الشهيق هنقول لأنها بيحصل لها انقباض يبقى في النقط هنكتب كلمة تنقبض السؤال الثاني بيقول لعليل جهاز الغدد الصماء يقوم بدور مهم عند استجابة المواجهة أو الهروب الجهاز الموجود في جسم الإنسان وجهاز الغدد الصماء ده ليه فايدة كبيرة أثناء مواجهة الخطر للهروب منه إيه تفسيرنا العبارة دي هنقول له لأنه يفرز الهرمونات التي تساعد أجهزة الجسم على الاستجابة السؤال رقم ثلاثة بيقول لي أكتب وظيفة الأمعاء الدقيقة والجهاز التنفسي الدور اللي بتقوم به الأوعاء الدقيقة وأيضا الدور الخاص ويقوم به الجهاز التنفسي هنقول له أن الأمعاء الدقيقة بتعمل على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم الجهاز التنفسي ده دوره أنه مسؤول عن إمداد الجسم بغاز الأكسوجين وفي نفس الوقت طار دساني أكسيد الكربون خارج الجسم السؤال رقم أربعة في النموذج الثاني بيقول لي ماذا يحدث عند؟ إيه اللي هيحصل عند انقباض وانبساط عضلة القلب عضلة القلب لما تحصل لها انقباض أو انبساط إيه اللي هيحصل هنقول له الإجابة تحدث عملية ضخ للدم يبقى ضخ للدم بجسم الإنسان بيحدث نتيجة انقباض وانبساط عضلة القلب السؤال الخامس عندنا بيقول لي لاحظ الشكل الذي أمامك ثم أجب يشير الرقم واحد اللي موجود على الصورة إلى نوعات هنقول له رقم واحد ده بيشير إلى المستقيم والرقم اتنين بيشير إلى القولون وعايزين وظيفة رقم تلاتة هنقول له امتصاص السوائل من الطعام غير المهضوم تعال دلوقتي نشوف مع بعض الاختبار الثالث ونحل أسئلته بالتفصيل أول سؤال فيه بيقول لي أكمل نياتي يخزن سكر الجلوكوز بواسطة نقط ونقط في صورة نشا حيواني سكر الجلوكوز اللي موجود في جسم الإنسان ده بيخزن بواسطة الكبد وأيضا بواسطة العضلات وبيكون في صورة نشا حيواني أما السؤال الثاني بيقول لي أسكر وظيفة كل من الكبد والبنكرياس داخل جسم الإنسان الكبد وظيفته إنه بيقوم بإنتاج العصارة اسمها العصارة الصفروية ودي بتساعد على هضم الطعام يبقى تاني الوظيفة الخاصة بالكبد اللي موجود في جسم الإنسان بيفرز العصارة الصفروية ودي بتؤدي إلى المساعدة على عملية هضم الطعام وظيفة البنكرياس بيفرز إنزيمات هضمية علشان تفتت البروتينات والدهون قبل أن ينتقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة أما السؤال الثالث عندنا في النموذج جين بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارة جهاز يحول العناصر الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة في جسم الإنسان يعني إيه تحويل العناصر الغذائية المعقدة لمواد بسيطة هي عملية الهضم الجهاز المسؤول أو اللي بيقوم بعملية الهضم هنقول له هو الجهاز الهضمي السؤال الأربعة بيقول لي علل يسهل مضغ الطعام وتفتيته في عملية الهضم ليه عملية المضغ للطعام والتفتيت بتكون سهلة أثناء قيام جسم الإنسان بعملية الهضم هنقول له السبب في ذلك نتيجة إفرازات زي سائل اللعاب اللي موجود داخل الفم أثناء المضغ للطعام وفيه إنزمات أيضا بتساعد على هضم الطعام والإنزمات الموجودة داخل الجهاز الهضمي وتحديدا في البنكرياس يبقى الإجابة هنقولها مع بعض مرة تانية ملسقة يسهل مضغ الطعام وتفتيته في عملية الهضم نتيجة إفراز سائل اللعاب أثناء المضغ للطعام وإنزمات الجهاز الهضمي أثناء الهضم وآخر سؤال عندنا في النموذج التاليس سؤال رقم 5 بيقول لي لاحظوا الشكل ثم أجب طبعا الصورة اللي ظهرت دي هي القلب بيقول لي يتبع القلب الجهاز نقط القلب ده عضو من أعضاء واحد من الأجهزة اللي موجودة في الجسد هنقول له هو الجهاز الدوري السؤال التاني بيقول لي ماذا يحدث للقلب عندما يتعرض الشخص للخطر الإنسان لما بيقابل شيء خطر عليه إيه اللي بيحصل للقلب بنقوله بيزيد معدل ضربات القلب عند التعرض للخطر وبكده أصدقائنا العزية طلاب الصف السادس الابتدائي نكون شوفنا مع بعض وحلينا التلات نمازج المختلفة للتقييم الإسبوعي الخامس في مادة العلوم لطلاب الصف السادس الابتدائي بذكركم مرة تانية أن الحلقة القادمة هتكون في مهمة لأن من خلالها هنحل التدريبات الشهرية في مادة العلوم واللي هيبقى فيها أسئلة اختبار أكتوبر في مادة العلوم وبنسعد بتفاعلكم معانا من خلال ضغطوكم على رمزة أعجبني علشان دي بيساعد الفيديو أن يوصل لكل زملائنا علشان يستفيدوا كمان تقدروا تشاركوا المحتوى أو الفيديو معاهم مباشرة لو ضغطوا على رمز المشاركة أما لو كنت أول مرة تشوفنا وحبيت أنك تنضم للمسراتنا علشان تشوف التقييمات الإسبوعية القادمة وحلولها وكمان نمازج الاختبارات الشهرية نسعد بكل تأكيد بانضمامة لينا من خلال ضغطك على كلمة اشتراك أو سابس كرعي على أمل اللقاء بكم بذل الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبل وأطيب تحياتي لكم جميعا وأصدق أمنياتي القلبية لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا